تنبيه تراجع النمو الاقتصادي بالجزائر إلى 2.2% سنة 2017 بعدما كان 3.3% سنة 2016 وذلك بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة وقالت وكالة رويترز ناقلا عن وثيقة لبنك الجزائر أن التضخم في العام الماضي بلع 5.6% مقارنة مع 6.4% سنة 2016 وانخفض العجز في ميزان المدفوعات بمقدار 3 مليارات دولار ليصل إلى 23.3 مليار دولار وتهدف الجزائر إلى تحقيق نمو قدره 4% هذا العام كما تتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5% مع بداية تشغيل المزيد من حقول النفط والغاز قبل نهاية سنة الجارية